السلام عليكم يا بنات مرحبا بكم غالياتي كامل اللي ادخلتوا القناتي نقلكم مرحبا بكم نورتوني اكيد دايما نصلوا سلموا لعاصول الله في بداية الفيديو ما ننسوهاش ونقلكم يا بنات اليوم راحين نعملوا تحلية بذوق الفارولة الفراز بنينة بزف 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 صدقوني من اروع التحليات اللي تديروهم في حياتكم تحلية كريمية رائعة نغيروا شوية دايما 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 شوكولة نغيروا في الذوق الفريزة راهين ما شاء الله وقتها شابه بزف أنا أقول لكم نبدأوا في وصفتنا ونزيد لكم باليد الوصفة اقتصادية جدا جدا بإذن الله يلا نبدأوا بسم الله أول حاجة عندي رطلتع فريزة اغسلتوا أكيد درت شوية خلف الماكة بش يتتعقم لي ويتمح عليك ش حاجة فيها خليتها قطرة تمليح وجيت هنا نقطحها رقيقة أنا رايح نقطحها كامل بنفس الطريقة رقيقة كما نديروها في صلاة دفخوي ونقول لكم لبنات بالنسبة للفريزة انتم ما كيتقطعوها هكذا وقوها إذا كانت فريزة حلوة بزاف يعني حلوة هي أصلا ما جيش حلوة بزاف جي شوية شوية إذا كانت حلوة تقدروا تديرو لها ملعقة كبيرة تحسكرتك في وإلا كانت قارصة حروحوا حتلزوا جمالي عقدو كنتوما وعلى حسب نوعية الفريزة اللي عندكم أنا رايح نغطيها نخليها تطلق لي مليح وجيني يعني بعد كل معسلة فيها وحد الجوز وكنوريها لكم من جزول الكريمة عندي فيها ثلاث كيسان حليب عندي فيها كيس تافلون وزن خمسين غرام اللي ما عندهاش الميزان ولا عندها باكي كبير تقدر تدير ثلاث ملاعق كبار مع مرين مليح عندي هنايا ثلاث ملاعق تعميزينة مع مرين ثاني ملاعق كبارة ونخلط هنايا كل شي حتدوا بلي هذيك الميزينة ونروح نحطها على النار النار دايما تكون متوسطة وما نحبس شم التحرك بهذه الطريقة نبقى نخلط فيها حتى ترفض لي غلية ولبناءت هنا حبيت نجاوبكم بالنسبة للسقسوني قالوا للكويزينير تاعك باشاك يتغسليها نقول لكم نغسله عادي بسائل اواني عادي لما في نغسله به فقط في الماء ديروا ملعقة كبيرة تاخل رايحة تلم مع لكم الكويزينير تحكم نزيد نعاود لكم تحلي يا راكو تشوفوا فيها نبقى نخلط حتى ترفض لي غلية بالنسبة للكويزينير كتديروا يعني سائل اواني في الماء عادي وكأنكم حين تغسلوا الكويزينير تحكم ديروا ملعقة كبيرة تاخل تنحي لكم هذيك الضبابة وتعطيكم لمع دايما تسقسوني قلت هذ المرة نجاوبكم خلاص شوفوا هنا الخاليطة وبدأ يغلي لبناءت ما ترغبوش هذ الكميات تخرج لكم ستة اللي فيغين تحت تحليات وكبار يعني خلاص هنا غلات نطفي عليها ونجبتها لهنا ورايحة نحط لها الكيس البلاستيكي ضروري يلامس هذ الخاليط هكا باش ما يدليش قشرة انا رايحة نخليه يبرد بعقلو يبرد لي مليح بعد ما يبرد جيت هنا نكمل الوصفة عندي نصف كاس تاع البودرة شونتيه اربع كاس تاع الحليب فقط ما تزيدوش فوق اربع كاس ونجي نخلط كريمة شونتيه هنا نضلحها مليح حتى نضعف لي حجمها اكيد الحليب يكون بارد مش بارد حتى يعني مقلاصي كاينة واحد المشتركة قاتلية ام راشيد على قدمة نقول لك ندير الحليب بارد وندير حتى هذو اللي جوا في الخلاط نديرهم يبردوا والبول نديروا يبرد والكريمة شونتيه ما تطلع ليش انا نقول لك يعني ديجا كونت جاوبتها في التعليقات سقوط لها بليها كيرا كتديري الحليب بارد بزاف ورا كتديري كل حاجة باردة ما رايش تطلع لك الكريمة شونتيه اعطيتها الطريقة ان شاء الله هتكون جربتها قوط لها ديري الحليب مرمال بارد شوية عبرك نبنات هنا يجبت هذك الخالد ضروري كون برد ما نحطوش يعني على الكريمة شونتيه وهو دافي او راح يخسرها لي ويطيحها لي ابديت نحط بالمراحل كل مرة نحط شوية ونخفق نتحصلو على اروع خالد خفيف بزاف بزاف وعلا حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي شوفوك باش نتحصل على ذيك الكريمة الرائعة هنا البنات حسيت اللون تحصل شوية يعني ما بان ليش مليح باش هكاي بان بلي ذوق الفراز جبت درت هنا يا رشة ملح وشوية لاغوم تاع الفراز حاجة خفيف عبرك باش يزدي عزز لي اللون والذوق ما تنسوش رشة الملح ستقوني يا لبنات تعمل فرق شاسع في الوصفة رشة ملح وهنا يا حطيت انا هنا قدامي هاد الكيسان رح نخدم فيه ودرت يعني كطبقة لجيل تحت بيسكوي بود واغنتوما اذا حبيتوا اي نوع بيسكوي عندكم ديروه انا شربته في الحليب ونحط الطبقة لجيل تحت بهذا الطريقه ذو هو يعني يحبط يذوب بالخف نفيش كامل الروح شربوهم مليح في الحليب خلاص هنا نكملهم شوفوا البنات كيفاش طلقت لي يعني هذيك اللي فخاز طلقت لي هذك جوية تحار حجيني بنينة كيما على بلكم يعني كاي اللي يحبوها كاي اللي ميحبواش انا ستقوني هذة تحلية من الروح تحلية اللي كليتو حطيت كطبقة اولى فوق هذك البسكوي بود واغ شوية على الفخاز هاكذا ومن بعد يعني هذك الخليط كنت حطيتوها كافي لعبوش وجيد درت الطبقة الاولى بش ديني الخدمة سهلة نزيد طبقة واحدة اخرى تعليف خاز ومن بعد نزيد الطبقة الثانية والاخيرة من الفوق بنفس الكريمة ستخوني تطلع لكم اروح تحلية نزيد نكمل نعمر الكاس حتى الفوق ظالى بهذا الطريقة نزيد اهنا ثاني وبالنسبة لبنات للتزيين من الفوق وش تحبو ديرو شوي حبيبات شوكولا انا برك هذا جواع الفخاز اللي تلقاتوا رايحة نديرو من الفوق يكسر لي فقط اللون والا هاكذا ما كلا يعني لتديرو للعجولي لحتى حاجة هذا يفي بالغرض وندير هنا يا حبيب التعليف خاص وتكون معانا الوصفة واجدة صدقوني البنات من أروع وألذ التحليات البنات أنا خرجت لي من هاد الكيسان ربعة وهذا زوج يعني المجموع ستة هذا كبار يعني إذا كانوا عندكم تماليف يغين هذو الصغار يخرجوا لكم كمية ما شاء الله وصفة نظن نظن على حسب علمي وصفة اقتصادية إن شاء الله كامل تقدروا عليها واللي ما عندوش ربي يرزقوا أنا أقول لكم وصفتنا لنهار اليوم هذه هي غالياتي أكيد أنا دايما أقول لكم باللي يفرحني تعليقكم اشتراك وأكيد كتحطوا لي إجاب ندعي لكم ربي يسعدكم يفرحكم يهنيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر